لكن عايز أبدأ معاك بالدوري الإنجليزي دحكة حلوة طبعا يعني هاخد رأيك الأول قبل ما نتكلم في كذا حاجة رأيك الشخصي فيه رد فعل محمد صلاح وده مهم جدا يعني محمد صلاح يعني نجم كبير وأعتقد من نجوم أحد نجوم البريميال ليك بشكل كبير شفت رد الفعل ومبارح إزاي بعد خروجهم في الديات 72 يعني ممكن نجومية محمد صلاح وإسم محمد صلاح يخلي شوية رد الفعل محل الانتقاد يعني الانتقاد محمد صلاح في فاقعة زي دي أعتقد مش حاجة غريبة يعني في النهاية صلاح نجب كبير وأسطورة ليفردول لما يكون رد فعله عنيف بشكل ده أو غاضب بالشكل ده طبيعي جدا يكون فيه انتقاد لي يعني أنا ما كنتش معاه في رد الفعل ده رغم أن أنا شايف أن التغيير خاطئ وتوقيته كان خاطئ جدا وحتى مش مناسب لتريت لعب كلوب في الدهاء الأخيرة خلاص كلوب كان محتاج لعب بيقدر يعمل أسست كتير يقدر يحرك الفريق يقدر يمارس زخط على الدفاعات ليفردول خاصة مع العيب سريع بيجري كتير زي نونيز فالتغيير في حد ذاته خطأ خطأ كبير جدا من كلوب لكن رد الفعل ما كانش أفضل حاجة محمد صلاح لكن رغم ذلك ما بشوفش برضه أنه رد فعل يعني عنيف يا دوب يعني هو ألعى بتاعه ورناها كده مش كده ما كانش مساركي أعتقد شوية بس يا كابتن ودي يعني أوقات بحسها معرفش ممكن يكون إحساس شخصي بعض الشيء أن تحديدا محمد صلاح أولي الأول ما بيعمل رد فعل بس ما بيعمل رد فعل بيكون الرد الفعل على رد فعل محمد صلاح غريب غريب أوقات بيكون في انتقاد غير مبرر يعني شوفنا تسطحات رويكين رويكين ده يعني مشاغب وبيعمل مشاكل طول الوقت فبينتقد تصرف بسيط جدا محمد صلاح يعني فرد الفعل أوقات بيكون على محمد صلاح مش يعني غير مبرر من الإعلام الإنجليزي أوقات يعني بيشوفه بيكبروا أوقات رد الفعل بتاع صلاح أعتقد لو ده ما حصلش هتتعدى عادي جدا مجرد غضب من اللعب المدارد تفهمه واللعب تفهمه وخلاص يعني ده بيحصل طول الوقت وده ده ينقلنا العملية أني أنت مهما عملته ومهما وصلته ستقدر فيه نقطة عندهم والواحد دايما بلاحظة مهما عملته ووصلته وبقيت مع احترام الفندايك ما احترام الأرنالد ما احترام الأليسون ما احترام اليورجين كلوب وليفربول محمد صلاح وهي ليفربول فلما استبعدوا من كابتن ليفربول ونائب كابتن ليفربول أعتقد دي ده مثلا نفس اللي حضرتك بتكلم في ده أنت مهما عملت فيه جزئية كده أنت ما بتوصل لاش ما بتفهمش أي أسبابها أولا وأخيرا طبعا هم بيشوفوا أن حد وصل لهذه المرحلة بيكون فيه نوع من أنواع الغيرة طبيعيا طبيعيا لكن في نفس الوقت هذا اللعب يستحق التأدير رفضوا العرض كبير جدا من الدور السعودي في مقابل الالتزامه بعقده مع ليفربول كان يستحق هذا التقدير الموسم الماضي برضو كان البعض ينتقد تجديده ليفربول برقم كبير لكن هو أثبت لولا ليفربول لولا لمحمد صلاح السنة لفات ليفربول ليفربول كان نحق المركز العشر مثلا أو مركز التاشر في الدوري فكل ده على الأقل خالص إما أنه يحط محمد صلاح فيه نائب القائد الفريق أو قائد الفريق يعني في النهاية فيه جزئية كده احنا طلعنا من جزئة الانتقاد محمد صلاح جزئية أننا لا أشعر أن نحمد صلاح بيحظى بالتقدير اللائم والمناسب لي في الدوري الإنجليزي أو مع دوري حتى الآن